تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 986 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وشمل الإفراج من تنطبق عليهم شروط العفو في إطار تطبيق وزارة الداخلية للسياسة العقابية الحديثة يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأسالي بالإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع